السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بريكس. ده موقع تقدر ترفع عليه المودر بتاعك وتشوفه اونلاين او تبعته للقلينت وحيس ان هو يشوف الحاجة اونلاين. وهو معتمد على افكار للإدارة اجائل اجائل منجمينت او في بعض الحاجات من اللي هي منجمينت زي ما بتقدر ان انت تحط المشروع بتاعك وتتحط كل جزء منه ومفروض ان هو المدر بتاعته قد ايه. فبتحدة دلوقت بتاع كل حاجة. دي من ضمن الحاجات المهمة جدا في الإدارة. ممكن يكون الكلام مكتوب صح لكن مش معموله فيجولايز او مش معمول صور فما يبقاش مستقعبين بشكل ضقيق للحاجة. فلما يكون بالشكل دوت اللي هو التاسك ده ليس انت عملتش او شغالين فيها. ده بيسهل الشغل. ان انت تشير الملفات مع الناس ويدر هم يشوفوها زي ملف ايف سي. ويدروا شوفها اونلاين من غير محتاج ان هم يستطابوا حاجة تبقى ممتازة. المشروع بتاعك تبقى شايف كل المعلومات بالشكل دوت. ايه الحاجات اللي خلصت ويهالحاجات اللي هنشغالين فيها. ففي اجائل وفي ايف سي فيور وفي بلانر وفي كامبان بورد اللي هي تو دو ودوينج ودون. تايم تراكنج بحيث تعرف المشروع بتاعك اشتغلنا فيها دي ايه. السعر بتاعه لو يوزر واحد بمجاني لكن لو خمسة يوزر بخمسين دولار في الشهر. طيب اه تعالا كده نبص عليه اهوت. ده ماي بروجيكت. نجي حاجة احنا شغالين فيها. تنبلت للايزو 19058. طيب خلنا نشوف المسلا لايبراري نفتح مشروع المشروعات. زي ما انتوا شايف الوجهة سهلة. اول ما فتحنا بيقول لبقى عدد توبكس المناشات. فيه كم ملف موجود. الموديل. تدو المفروض ان هو يتعمل اللي اللي هنشغالين فيه خلصت 6%. فمجرد ان انت فتحت المشروع عرفت المعلومات وفيه مابس وساتيلاي تقدر يوريك الموقع ده موجود فين. دي من ضمن الحياة اللي تسهل عليك الشغل. عايز تروح مشروع التاني هتدوس هنا وتبدأ تختار اي مشروع تاني من المشروعات وده تيم العمل اللي احنا شغالين في المشروع ده ده داشبورد. ممكن اقول له انا عايز اخش بقى على البيلانينج. فالبيلانينج بيزور معه بالشكل دوت. ممكن تبدأ تحط تسك مسلا احنا عايزين نعمل حاجة مسلا الاستراتيجي من من يوم كذا ليوم كذا او الاسبوع الاولاني والاسبوع التاني. فتبدأ تعمل تسكات معينة كل تسك هي بدأ ياخد فترة دي. يعني في فترة تزاين مثلا الكونسبت تزاين من شهر كذا شهر كذا. طب التكنيكال تزاين. التوبك اللي مرتبطة بيها تبدأ تظهر معايا. فده هيسهل علينا احنا عارفين المشروع بتاعنا هيخلص امتى او احنا متأخرين البلاند زي الاكشوال ولا فيه اختلاف. فممكن اجي هنا على اي تسك فيهم وقول له ان عايز شوف التوبكس اللي موجودة تحت التسك ديت. فيبدأ ان هو يفتح لي. فتقدر تشوف التوبكس اللي مرتبطة بيها او الفايل او اللي تشيكليست. ممكن اجي هنا اقول له طب انا عايز اشوف التوبكس. فيبدأ افتحهم لكلهم. فيبدأ اجيب لك كل التوبكس وتقدر ان انت تفلترهم زي ما انت عايز. طيب بعد كده ممكن نشوف مثلا الاكتف. في حاجة اسمها سبرينت يعني هو بيقسم الشغل على الاكتر من جزء بحيس ان انت تقدر تشوفهم فتلاقي تعرف ايه اللي خلص ويه اللي لسه اشغال. كل فالسة موجودة الموديل. اليمبورت اللي انت عايز ترفع ملف عندك. والتيم الفري اللي عمل تقدر تبعط لهم دعوات لكن الفري بيسمح لك واحد بس. طيب الملف لسه مش هتحمل فبتدوس بس على نامة العين عشان يبدأ يظهر معك يتحمل معك. يبدأ يظهر معك اخوة تقدر انت تشوفه بشكل كويس. احنا عندنا هنا عشر موديل تقدر تفتح ايه واحد فيهم. تمام تقدر تاخذ سكنشوت تقدر ان انت تعمل كلاب انجي بلاية. تقدر ان انت تقايل تقاس. في جريد فهم نديك شوات امكانات كويسة بحيس ان انت تقدر تراجع الشغل اللي وصل لك بدون اي مشاكل خالص في سواني اونلاين او بالشكل دوت. تقدر ترفع اكتر من موديل وتشوفهم في نفس الوقت. تقدر تعمل ابلود. الوقت يفتح لنا اثنين موديلس كمان. بالشكل دوت بزهر معي. او عايز ايس مسلا من هنا الهنا. هندس دبل كليك. فيبدأ يقول لي ان المسافة دي مسلا اثنين وثلاثين متر. فكواس جدا ان انت بما ترمسطة باي برامج بتراجع على الموديل وتحط كومنتاب بتاعتك وتشوف الشغل ماشيت زي. فبالنسبالي موقع سهل جدا في الاستخدام وموقع اتمنى اعجبكم ان شاء الله.